هذا اللقاء يمكننا من توضيح معالم سياسة القطاع الوزاري في إطار عمل الحكومة في البداية توجهنا في قطاعنا الوزاري يرمي إلى إرساء ثلاثة أمور أولها هو تعميم النقل التكنولوجي وذلك مما نهدف إليه بإرساء معاهد للنقل التكنولوجي لدى الجامعات العليا من خلال ربع الوطن الأمر الثاني هو إرساء الإطار القانوني والدعم المالي للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المبتكرة حيث في الوقت الراهن أي دعم مالي أو دعم جبائي أو ضريبي يمكن أن نقوم بوضعه في إطار دعم المؤسسات الناشئة لا يمكن أن يكون حيز الدخول حيز التنفيذ إلا من خلال تعريف والتعريف بما هي المؤسسة الناشئة ما هي المؤسسة المبتكرة؟ المؤسسة المبتكرة هي مؤسسة تهدف إلى وضع تكنولوجيا والهدف المرجو منه لا يكون بحد ذاته قفزة نوعية من ناحية المالية لذهاب إلى أسواق عديدة وخارج الوطن ولكن يلبي حاجيات الجزائر في النقل التكنولوجي ولكن سوف نرسي هذا الإطار من خلال أيام دراسية ستقام باستضافة الشباب والناشئين واستضافة الباحثين الجزائرين عبر قطر الوطني وفي الخارج أيضا وكل سيساهم في إرساء هذه المفاهيم وتوضيح معاليم المؤسسة الناشئة والمؤسسة المبتكرة والأمر الثالث ألا وهو إرساء الأنظمة البيئية كنا قد طرحنا في المجالس الوزارية السابقة لأن السيد رئيس الجمهورية حظل الوزارة بأن أتاح لنا تقديم مشاريع في كل مجلس وزاري منذ تأسيس الحكومة الجديدة وفي هذا الطرح كنا تكلمنا عن الأنظمة البيئية الأنظمة البيئية هي أنظمة متكاملة حيث الدعم المالي موجود حيث سلسلة المصنعين والمشاركين في خلق القبرة المضافة تكون موجودة وهذه الأنظمة البيئية تكون أنظمة بيئية مبتكرة أو مبدعة وقد تكون أيضا أنظمة بيئية لدعم مشاريع أنساج أو دعم مشاريع تصنيع بحثية هذه هي معالم الفكرة العامة لما تقوم به الوزارة وما نرجو أن نقوم بإرسائه وشكرا Merci Monsieur le Ministre Monsieur le Ministre il y a eu une réunion interministérielle le 1er mars des décisions ont été prises comment va être véhiculé sur le terrain ces décisions في البداية القرارات المتخذة من ناحية قطاعنا الوزاري كان القرار الأول بإلحاق مشروع أنساج بالوزارة وذلك بغية إرساء ما قد تقدمنا به لسيد رئيس الجمهورية الأنظمة البيئية الأنظمة البيئية في دراسة كل المشاريع الجديدة حيث أننا من النواقص التي لوحظت في المشاريع السابقة أن المشاريع كانت مشاريع فردية تقدم بها الأشخاص والشباب تقدموا بها ووجدوا مشكلتين المشكلة الأولى هي المتابعة المتابعة كان ضئيلة والمشكلة الثانية كان من ناحية السوق حيث أنهم بولوجهم إلى عالم السوق وجدوا مشاكل كيف يتم التسويق كيف الوجول إلى عالم إذا وضعنا نظام بيئي قبل توزيع ودعم المشاريع لك يكون الشاب لما يدخل في هذا المشروع يعرف إلى من سيبيع إلى من سيقوم بتقديم خدمة إذا كانت مؤسسة خدماتية وهذا هو الهدف الأول من المرحلة الثانية من إعادة تحيين ودعم مشروع أنساج الأمر الثاني هو أنظمة البيئية المبتكرة والطرح كان مقرر لاجتماع الوزراء حيث أبدأ السيد الرئيس الجمهورية الموافقة لإرساء نظام بيئي مبتكر ويكون مدعوم بالكفاءات الجزائرية بالخارج ولإرساء الجزائر الجديدة تكون رائدة في المجال الإفريقي خاصة في ميدان البيانات الكبيرة وميدان التكنولوجيا وميدان التكنولوجيا ومن المغمبثة الثاني هو المستخدم ومن المغمبثة لتوجود العادة من المشاركتي وميدان التكنولوجيا ومن المغمبثة نظام البيانات الكبيرة على المعرفة للتدرسيحة كثيرة لكي تحريرك Terrorزيزة فهو شكل دخول اغتل لكي مستقبلية فقط تريدون أن مستخدم إليك بحيث آخر فسي لا يكون هناك إشهولًا وشهولًا وشهولًا قبل أن يكون الإجعارة وشهولًا سنحندا قبل أن يكون حولًا وشهولًا درس العيوان من دون العملية إلى التعامل عندما يمفعل كل أمر مستخدم وامحص دولة بشكل مستخدم في مستخدم ولميز سنعزي نستعرف المح المربوطة أن نستعرف الملوطة للمجaisse في الوقت، هذا العديد يعني لا يوجد إليهم لنسأجوا مستعرف لا نستعرف المحطة لنسأجب البعض المغلطة حقاً كيفيف قال المجلكة والدونس الأمم ولن نقوم بحقاً تساعدة المساعدة للجموطة بالمجارة نفسنا سارة تجارة كما نحن نؤتمر المتنجة وماذا سننعطى المكروف؟ سنسع ان يدعون الفيور تسمع بحراء ألف أساسي يمثل من المقارنة في اعطام التسالي المبات ازامة طولة المقارنة في إجراء المكروفة يمكن أن يدعون هذا المعلقة لكما يدعونasil التعارض وانه يمكن انقونا وإليك ويجال يجب أن يكون في يقبل الواجبات يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يكون كل هذا العمل. ولكن يجب أن يقول المعرفة، الحكومة لا يمكن أن تحب الأقل أي إليه، ومن أن الأفعال على المعرفة، أيها المعرفة، ونحن يجب أن يكون لديهم جديد؟ مالذي إلا يمكنك تكون الأفعال؟ يوجد استعمال لأنه يوجد افضل يوجد ايضاً مصرحة حول ذلك أنه يوجد ان في حيث يوجد حول الويلة يوجد أن يوجد أن يوجد أن يوجد حول الويلة يوجد أن يوجد حول الويلة يوجد في البلدان أو مكتوب الويلة لهم أقصد من الويلة أتحن نمطة لمجنونة ومع أدلهم ملوانات سيكون أكثر فقط إذا ما يمكن ما نسعب فهب للمدان مستقرات qui, elle, chapeaute le soutien à des projets. Les projets resteront toujours des projets individuels. Le jeune, il est toujours indépendant de son investissement. C'est une entreprise. Mais cette entreprise, elle doit répondre à un besoin de l'État. – Très bien. Merci, M. Milley. Vous avez promis la mise en place d'un encadrement juridique pour les startups pour le mois de mars. Où est-ce qu'on en est ? – Pour le mois de juin. – Ah, juin. نعم، 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 نعرف كليل لتحظيل من وجهاتي وصلني لتحظيم معه وحياتي قومة برقارات قد ضمنصة التواجئة أولئكية المريضة نعم، 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 نحص مصدقا بحتيات illustrated ربق بيشة سنتهيما، نعم، نجد بحتياتي الارجة لا تشويل عندي أناس بطأسيس سنعدي الذي يمكن أن نقام التحدث عن الموجود في سنغال أقام المجنوب فيها. سنعدي سنعبد كل هذه الفرصة على مهتمع لنباحة. ه你知道ها لا نقام التشيدي من العتي. نريد أن نسيقائنا على الرسالة على تجادي وضع دائما على الانات المادلة على التشيدي من الحاجات. donc les assistes ça va être pour le mois de juin plus tard alors tout dépendra de la situation de l'évolution de la situation sanitaire d'accord est-ce que mes confrères ont des journaliers mes confrères journalistes ont des questions في البداية من الشطر الأول في السؤال كان يتحلق بالسفقات قانون السفقات المشكلة أنه قانون السفقات كان ياخذ دائماً العشرين بالمئة وموجود ومحدد لكن في التطبيق غالبية المؤسسات كانت تختار تيرن كي المشروع يتم تسليمه بالكامل دون أن يتم تحديد وتقنين الأشغال داخل نفس المشروع وهذا الأمر هو الذي يجعل من المؤسسات المتخليش المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة الولوج نحن الهدف من الفكرة الجديدة أنه مشاريع تيرن كي لا بد أن تلغى لا بد أن تكون مؤسسة لتقوم وهذه رؤية إن شاء الله نقوم ببلورتها ودراستها حتى مع المؤسسات الاقتصادية ووجهة النظر لكن يكون مؤسسة ما يسمى بمؤسسة مهندسة للمشروع مؤسسة التي تقوم بالربط ما بين كل المؤسسات وتكون عندها 60% من المشروع أو 70% وتخلي 30% أو 20% المحددة في قانون السفقات للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة هذا الأمر الوحيد الذي يقدر يضمن للمؤسسات الصغيرة الولوج على سفقات العمومية في الأمر الثاني لو نظرنا إلى المهام الوزارة لو وجدنا أن الوزارة متشعبة وتدخل في كل القطاعات من كل القطاعات الوزارية ما يعني بالأمور التي تهم الشباب والابتكار والإبداع هنا ندخل في وزارة تعليم العالي وندخل في وزارة الصناعة ونقوله وقال الوزارة نحولهم ونقوله وزارة نقوله حكومة نحن الهدف تعني أنه نتعاون وهذا هو التعاون الحكومي الانساج كان الإدراج الانساج في الوزارة كان الاقتراح من سيد الرئيس الجمهورية لبعث الديناميكية فقط لما نبعث الديناميكية من إطار إرساء الأنظمة البيئية وتكون الأمر واضح حتى البرامج تعكناك راح نتعاملوا معهم ونخلوهم يدخلوا داخل ونبسح مشي شرط الوزارة تكون هي اللي تديروا الأنجام وكناك الأنجام السيدة الوزيرة التضامن نحن متفاهمين بالكامل مع الرؤية وكان من المفترض لو لا داء كورونا أنه يكون في الثالث عشر من مارس تقديم لطرح جديد حول آليات جديدة لهيكلة كل المقترضين القرض الصغير ما يسمى بالقرض الميكروكيدي القرض الصغير لخلق مؤسسات صغيرة مصغرة أكثر من صغيرة مصغرة ذات شخص شخص واحد تعنى بصناعة النسيج بالخياطة بصناعة الأجبان خاصة وأنه كان جل المزارعين في الجزائر اللي عنده بقرة أو اثنين عملية جمع الحليب أصبحت عملية منهكة للمزارع واللي المزارع اللي ما عندوش أكثر من خمسين ثلاثين بقرة ما يقدرش بسحكين أمر يقدر يصنع الجبن الخاص وهذا الأجمال لازم له تكوين التكوين وزارة التكوين راح تقوم به الدعم المالي راح تكون انجام وزارة التضامن هذا هو العمل الحكومي ما كاش في حكومة وزارة تخدم على أنه منفاردة برأيها ومنفاردة بقراراتها وشكرا إذا كنت تفهم بحكومة للمزارع لديه موضع للمزارع 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 من دقيق للمزارع العملية العالمية التي تساعدت المعزنة تواصلها والأسجل نحن لا يزفع لأنه للمشارك الرجل وإضافة لكما يصنع في الأرمسيدي سيطار فرصة للمشارك رفضا لأنه لا يأتي للمشارك للنجة ييدا لحضيع التقية أو delليل من الأعطاء بس المعاربات في هذا الان يمكن أن نكون جدا لأن أعوالي بس نفسك للتسطور من اللذي المعاربات يقومون بسيارة بسيارة ونفجرة وهو أعضل مراببات فرصة هذا نفجل من الوضع بسيارة ويقومون بسيارة 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 ما أريد بسيارة سيارة من فرصة مراببات نسأل من غير من المجتمع على شكرا على المجتمع في المساعدة المجتمع على المجتمع بشدة المنزل. هذا ليس لن أجل. دقاء. وكما أنه يكون هذا منقبل في المجتمع؟ هل سيكون هناك مقامل من المجتمع؟ وماذا يكون هناك تشعر؟ هذا سيطر في المساعدة. تشعرون لذلك يتحدثون في سمع. تقول لكل تشوي، سمع نجاح مديمة ، يمكن أن يستطيع الناس الأصدق، لفعام ما احنا بس إجارة الخصوات. سمع ، سنع. سمع ، 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 اندaccعون و سمع ، ستحق في وربعات الجم ، لتستخدر آمنة ، سوحين الاختبار ، سمع ، لدي لدينا إجارة مديمة ، نساطق ، سمع ، سمع، بن بسر الشيخ هل كل مديمة قد تشويه ؟ نعم. ترجمة نانسي قنقل هذه المسؤولات قد قد تشبع سنقل سهل سنقل مع الانتقل سبحانه لديه أنه مجموعة يجب أن تحسن الأخزار لذلك يجب أن يتضح قلنا أجل الانتقل إليه سألت ماذا ا نتبع لتف Jakub Ein أجنس شعرت أيوه بهيهين مجدن عندهم أين أسفل أعبني شيئًا السيد والسليسات التي أتعطل على تدامه تمت منطقة لتواسر أجنس بأنه لدفع ولده لديه 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 معه لديه 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 من مجدد وبده لديه لديه عنه لديه 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 إبيت ليس أجنس بأنه ليس أجنس بأن أسفل لديه في المنوط أن يجعل الأبد لديه في أطلاق وحينئ هذا هو عام جدا وهو مجتمع جدا وهو تستطيع عرف مدداء يسألون جدا كم يمكن أن تصدرون جدا ومعراماتهم وليس يطاقرون جدا ومعراماتهم تستطيع أن تتحقق ومعرامات المدنى ونجد التدور يستطيع أن تفعل يمكن أن تفعل الناس للمعارض المناسبة للمناسبة للمعارض المعارض المتحدث على الوقت التي تقنقل على الاندوستي من شئك من المعنسك ون نتحدث عن هذا الوطع بين المعنسك والمعنسك و الطريقة ليس خطينهم وتبعوا تقنقليح إنهم نحقين القداء للغرب منهم كان المعنسك بالغرب من الأساسية ون اتبعوا في السجن السعود الذي يحاولون بحثين المعنسك من أول شديد من أكثر من أنت خاطئين من أجل تحدي بحقية ويقعوا فقط المعادرينة ويقعوا فقط المعادرين مجالية ويقعوا فقط ايضا لتحديد من أجل المعادرين أنüher أبطتهم إلى أمراعب أمي Việt. إذا كنت أما تجاهل القرارة لنخيله. أننا نحنن المحأة في المحأة والإضافيات. وهنا محذرنا للتحديد يقوم بيراء على الإعادة كم يطرق بماية المحترين كم Turbo البريطين والإضافترنت. حلما يمكنك تحديد هذه المحأة بين المملكة والمعنامينين. بيقى حتنا الى المعارضة. نعم سنة ومن ثم لدى ومن ثم وضعاقير الذي أحدث عنه ومن ثم يذهبون بمخير ويسرين و يسرونون أنه في الفلك ومن ثم يتكلمون في الجنة سوء بس ترحل من فقط أنه نعمل من خلاله أنه يتكلمون من خلاله من خلاله انه يسرونون كما يتكلمون شخص ومن ثم أنت تكلمون من خلاله سيكون سنة يجب أنه يجب عمي سبيل في العالم اجرام. يجب الوقت في الموقع للمشاهداتيين ، اجرام تنمي بيزفرقاً إلى الجديد ، ينمع طفلًا ، يستكدد ، ينمعonomى ولكنه يسمى شرطٌ في الاجرية ، ترين الاجرية سبيل على العالم اجرام كامل كما يهشتر إلى ايوت بل الأجرى ، تعلم لكي يمع فيه وفيه في النموعة اغرام إلى جديد ، 非КА. سهلا. إذا فعله الله سهلا، أن يكون اعج véز في هذا فهو ذلك، وليفكانه وانه سأغلا في المطابقات بحقيقها، فهو رغبتك، لم أعجربي، لحد البحث، وذلك، لتنظروا الانجاب يمر بحقيق المنزل الدول، لماذا سنوانا كنتم من قبل، هناك إلى الشرجات المنزل، ومكتبع، ولم أنه سنتم جاء، دعاها الى الفترات المحركة التي تتقوم بسيطارهاب خاصة عن التجاريخ واحدة المعقضة للعجم. أن نقوم بسيطارها بأسفارة الى نضيطارها عن نظام تحديثه العودة لسيطارها. عندما نرى بعض المساعدات، اشتركوا في ذلك، في ذلك، تجد وضع على الأجراء، لأن IBM سنرى صناعة سنرى سنرى، وأنها سنرى سنرى سنرى، وأنها سنرى سنرى، وأنها قد تنرى، لأنها فهمة مع المنزل، ومن المنزل من المنزل، ومن المنزل، ومن المنزل، ومن خلالح سوف نفصل على رغم التنوية تغيير كل أمور سيارة؟ في مفتتاح أنه يكون في القناة نرغب أن تغيير الجميع eine des choses que j'apprécie chez notre cher professeur Schittur et qu'il présente Il faut redonner la valeur aux grandes écoles Ces instituts seront principalement au départ donc en termes d'essimage à l'intérieur des grandes écoles Tous les ingénieurs donc ciblés par une thématique bien définie donc seront des bienvenus à passer un concours Le nombre sera réduit وفي أحسن أحضر لي هذا كل شيء قد نعطي أن فيه أنه فيه نجازة عمي لتخطيير مجتمع لديه أساسي حولي وكذلك تشارك حولي قد تلك جيالة كانت قبل أفعادة وقد كانت قبل أفعادة وقد أفعادة قبل أنوقعه فيها تلك المددقة أنها تنظرة فيها تجدون لي بحية كتلك من أجمع الناسية من كتبع الزائع لتعطي علمي لجمع العملية لتخبط برفض أبداً بالطبع عن المسألة، المسألة هنا فهذه اخبت سبب من أعتقد أنهم لديهمهم في الطبع لأنه لا ينزال عاماً للانجزر و الحمسكي من الروس الأخوة لا يدفع لانسي الأولى التنية، لا تضيع الأزران لأنه سبب الأزران، والمسألة جميعاً من أبداً لأن كل انتظر عليها سمع تأتي باستخدام ونحن نساطيقية من المساعدة في المساعدة لذلك يجب على المساعدة في القناة وهي من معها اصحاب التعامل الآن هناك مبلوين لما يوجد في أجاب الأمي على أولاً في دعن العمي في المنزل لذلك أيضاً في إيجابة أمور المستبقة في الوقت الراهن أن نتكلم فيها ونمد فيها التطوير في هذه الفكرة هناك موضوع الذي سنقدمه للحكومة كطرح لإستيعاب كل الاستثمارات السابقة إعادة تقييمها وإعادة إدماجها ولكن الفكرة تدور دائماً في إطار الأنظمة البيئية حتى إذا وجدنا أي إنسان شاب إذا أخذ مشروع وكان عنده تلقى بلي عنده مشكلتين يأما الشاب وجد نفسه ما عندوش مشاريع ما عندوش كايت شارج للمشروع يأما توجد أنه عندو مشاكل متعلقة بالاستثمار في حد ذاته وهذه كلها يمكن إعادة تقييمها وإعادة توجيهها إلى مشاريع أخرى ورح نتطرق لها في القريب إن شاء الله في الأمر الثاني من ناحية المؤسسات الناشئة المؤسسات الناشئة وهذا هو المهم في المؤسسة الناشئة المؤسسة الناشئة كين مؤسسات ناشئة تحتاج مليون دينار كين مؤسسات ناشئة تحتاج 2 مليون دينار كين مؤسسات ناشئة تحتاج 10 مليون دينار وين رح نتوقفه هناك الفكرة أنه رح يكون المجلس الأعلى للابتكار بعدما ندير المجالس الوطنية والندوات نتكلم مع الشباب نحد الكيفيات وكيفها سيتعامل المجلس الأعلى للإبتكار سيقوم بمؤسسة داخلية التي توضع وتدرس المشروع في حد ذاته ونقولوا لا لا هنا 10 مليون دينار أمر كثير هذا أمر قليل نعطي مثال شاب جزائري جاء للوزارة عنده فكرة كيف حلية معادلات الجينية في قضية تربية المواشي والمشروع اللي تقدم به فيه طرح والطرح كان لازم له 20 مليون دينار درسنا المشروع معه والقنار بلي نقدر نقلصه بسكو كين مؤسسات تدخل معه كين مزارعين يدخلوا معه كين ناس أخر اللي محتاجين للفكرة نتاعه نزلنا القنار ونحنا بلي نحتاجه إلى أقل من 5 مليون دينار جزائري كل هذا الأمور نقدرش نقلنوها ونقلنوها هذا هو المشكل اللي كان أنه 10 مليون دينار ما كاش ce ce n'est pas do la distribution هل يجب أن نتوقف على السقف؟ أو لأي حاجة ملموسة تكون تقدر تذهب بها إلى مصنع هذا هو السقف ليكون لكن الحياة المؤسسة الناشئة راح فيها مراحل كثيرة فيها المرحلة انتع المشروع في حد ذاته الدراسة انتعه من ناحية الفكرة وهذه ما تحتاج هذه تحتاج أن الحاضينات اللي تقوم بالدعم والمرافقة وبعد الحاضينات والمرافقة راح يبعثوا بالمؤسسة الناشئة إلى المصانع المصغرة فاب لاب وبعد الفاب لاب يكون البروتو تايبينج لهذا المرحلة هنا تكون المرحلة كريتيك انتع المؤسسة الناشئة بعد هذا المرحلة راح يدخلوا ناس أخر يدخلوا فيها البنوك الاستثمار راح يدخلوا فيها حتى الولوج إلى البورصة وتكلمنا مع بورصة الجزائر وبورصة الجزائر ونشكرهم أنه مستعدين إلى مؤسسات ناشئة جاتوا لحقة لسوي انتع خمسة مليون دينار يمكن طرحها في البورصة وبيع الأسهم وبيع الأسهم بسعر تحدد المؤسسة الناشئة ورح يكون لغتوخ من السوق إلي يقول لها بلينو سعر السهم غالي ورح ينزل وي تصرفيه مناقصة إن شاء الله لا يوجد نفس المؤسسات لا يوجد نفس الشيء نعم نعم نعود نفس المؤسسة نعم نوضع إطار أو نعم ندير للمساستر كما يجعلونها على المشاركة موسيقى اشتركوا في القناة هي أنها من المبخ obtentionها مقرد في أساعدة ، تحديث عن المقرد في الأساسي أولى في خلال الأعراضي التي أتجعر في العرب تناريد ، لأنهم لقBenناة لمساعدة الضرب والمقرد الأساسي أن الحالي الهجاب يتكلمون بحث أن الأمر غير الأساسي باللغمية على خلال الأساسي ، إننا سمل أن يفتح بأنه لأساسي لمساعدة المقرد الفيء وعلى ما يتحدث لعقذ عمل في الموردين يشاركينا لدينا أن نظيف فولة عموضة وخلفي هذه المنطقة لدينا أن نحن يعيد بسرعة اليوم يجب أن نكون سنقوم بس أسعادة حتى لو أنت وراء فهمه لتعاكم الوقت لتعاكم ولدينا الصراحة نعمور مع المنزل المنزل wasted لدينا الفانة لا يوجد لنا للمشارك thought they are and it's not for the next step we have already تشكرون عن مثال النهائى يعني قبل الأمر من أساس سنوان الحقة أمنًا أمن المستغريات أمن أمن بإمام الإساقار أنت تستهر الأمر النهائق الأولى القواني متى مستغريات أمن أسسانين كنشاث الله تتعطان فيها اليوم حتىتت الزفوط انضعت خلال حديث كما ما قالت ذالك الزفوط الاقال من الزفوط أن نُشيّنة نعمر بس يileen يأخذ في نهاية ورسيح او لمدة تاريخ validة سيطرق نش屏 بالحالة جديد موضوعify يجب التركيس يمشفى الانبت يمكننا بحالة 5 منطقومة مع هذه الجنة يجب التركيس ايضا يجب التركيسين لنستقضي نقديم لا يستطيع التنسيقات لا تنسيقات لا تنسيقات لأنه أنه كان أولا تنسيقات تنسيقات نحن في رسولة بين الأولى و الأجارية يجب أن أعطاني توجد في الواقع و الأنقبات لديهم سنوضع للأموناية كبيراً يجب أن تجعل إخدام الأشياء فقط يعرف لحوالي شركة الأشياء لكن مرة ستجاءة في وجود منتخلل قلقة دعوة الأشياء يختبط إجد فعرف يمكن القول على دعوة الأشياء ويده مختلفة. وبعاليا إلى هذا الوقت ، ويده يوضعون إلى الأمتمة بعدها ، ولي أرد Jet. ومن يحطر بحرق المزيدة، ومن يحطر بحراء مجموعة أكبر على قطعه ومن يحطر بحرور مجموعة. ومن يحطر بحرورة المنطقة يتبعون، ومن يحطر بحرورة المنطقة العمقالية على الوضعها ومن يحطر بحرورة الدجانة. لأنه بإنبار الناس لتحقيقية المنزلية للتحقيقية في الناس لقصة العدد بين جدًا المنزلية للتحقيقية ليسوا قد يتتضيق على التحقيق الأملاب للتحقيق الأنساء المنزلية للحصول على سبيع المنزلية للتحقيقية ترجمة نانسي قنقر 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 احتناس ومن يتطلب يتطلب من اليوم من مكانه الداخليين المتواجد نتيجة هم مكانه اقتل ضد دائم ومزادة ح Aloytون ومقال مكمل من الأضطرين خطوة إلينا نتيجة لكيفية العمل مستواجد من اجهال كبه في الملقرات الآن يجعلون كيف يتطلب ، كيف يتطلب ، كيف يتطلب ، كيف يطلب ، كيف ادعون مجملة المحلسة السبب الشهرية مطب PBR بمشرة أرسه قفة إذا كان يمكنك محتوى نعمق 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 وقفه 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 ما يقوم بسة مش بـ قال الف تحرية هذا الذي أ submitراه فيه المبنى للحواليين كالتبور الأحوالي فيه للسلبية إنه لا يجب أن تكون عملكاً في الزالت بالحوالي إذا ستكون أقوى في المنزل المبنى للحواليين لكنه أنه هو أسفل الأطفل كنتذلك أعطباق على الآة للموديين لفعله في الوديين للمشاهدين نظر الناسياة استطاع أن تتبع من الفيديوين يجب أن تتعطي من الفيديوين ويجب أن تتعطي من الفيديوين في المنزل من القاملة في هذه المدرسلة لزدفتة 9.4950 وهو الآن سيطارة الكثير من التعطير où il est exigé que la startup participe à hauteur de 51% et faire valoir l'apport en industrie. L'apport en industrie, jusqu'à présent, on n'arrive pas à savoir comment le faire. Donc ce n'est pas supprimé pour les startups la règle 40-49-51 ? Ce n'est pas considéré comme secteur stratégique, non ? Non, non, pas du tout. Non, le 49-51, c'est différent. Ce n'est pas l'investissement. Ça, c'est la loi sur l'investissement. Moi, je parle de la loi sur les fonds d'investissement, les SICAV. Et donc à l'heure actuelle, dans le texte, le décret 06-11, l'article 18, il pose problème parce qu'il interdit aux fonds d'investissement de dépasser les 49% pour laisser toujours la majorité à l'entreprise. C'est un problème. Et donc si on dit 50%, on le demande à des entreprises innovantes, l'investissement sera vraiment réduit. Et on veut débloquer cela en autorisant un investissement beaucoup plus grand. Et même notre montage, avec l'accord qu'on a avec le ministère de Finances, c'est de faire le multi-montage financier, plusieurs fonds d'investissement qui soutiennent une startup, ou même si la startup garde 25%, mais elle sera majoritaire parce qu'elle aura des personnes qui ont 20%. C'est possible, ça va se faire. Bien sûr, c'est ce qu'on va faire. De concept, ça date de 1969, avec le livre de Peter Decker, où il décrit que le travail manuel, il fait un produit qui est complètement palpable et qu'après des heures de travail, on sort avec un produit qu'on peut donner. Alors que le travail intellectuel, il produit une nouvelle valeur, une valeur qui n'est pas tangible. Et ça a tant dérangé les gens que l'économie de la connaissance ne soit pas complètement tangible. Et jusqu'au jour où on a vu émerger des pays, on appelle ça les sept dragons, on appelle ça donc les dragons d'Asie, et on a plusieurs dénominations, mais ça reste toujours des pays qui se sont basés sur la diffusion de la connaissance et de le savoir. L'exemple que j'ai donné sur Global Foundry, c'est le meilleur exemple, où l'apprentissage des jeunes ingénieurs a permis à un pays d'installer une industrie de microélectronique, sachant que l'Egypte n'est pas en possession d'unités de fabrication ou d'usines de fabrication telles que la Chine ou les États-Unis. Et donc l'économie de la connaissance, c'est ce qu'on souhaite faire à travers les instituts de transfert technologique. L'économie de la connaissance se base sur le fait que l'Algérie exporte des produits en matière brute et on importe des produits directement à haute valeur ajoutée. Et ces produits-là, lorsqu'on commence à les décortiquer, on va trouver que toute la partie tangible, hardware, ne représente que presque 30%. Le reste, c'est carrément dans l'innovation de ce produit-là. Et un des meilleurs exemples que j'aime bien, c'est Dyson. Et Dyson, en fait, quand le gars, il a réfléchi sur une nouvelle idée d'aspiration pour supprimer le sac. Et l'ensemble des entreprises qui fabriquaient des aspirateurs ne voulaient pas de son innovation. Et ils l'ont complètement jeté jusqu'à ce qu'ils trouvent un business angel. Et au moment où son produit est sorti, il a démoli complètement l'ensemble des fabricants. Et ça, c'est le breakthrough. Donc il a fait une rupture technologique. Cette rupture technologique, j'aime bien le mot rupture technologique, parce qu'elle permet de dire que ce qui était avant est devenu obsolète. Et cette obsolescence a fait émerger un regret où beaucoup de chefs d'entreprise ont déclaré d'avoir regretté de ne pas avoir acheté le brevet et ne pas l'enterrer. Parce que leur business model était basé sur les sacs, pas sur l'aspirateur lui-même. Et c'est une perte. C'est une perte directe. Et ça, c'est l'économie de la connaissance. Est-ce qu'on a les moyens d'instaurer une économie de la connaissance chez nous ? Largement. Honnêtement, ça, c'est le truc le plus facile et qui est complètement à notre portée. Lorsqu'on prend, à titre d'exemple, j'étais dans un centre de recherche où il y a un chercheur qui a développé un algorithme de reconnaissance faciale qui a été classé parmi les algorithmes internationaux premiers à plusieurs reprises. où le chercheur lui-même a été invité dans plusieurs laboratoires à travers le monde. Ces laboratoires, ils ont leur propre entreprise. Et malheureusement, on n'a pas valorisé cela à travers la création d'une entité. En fin de compte, en Algérie, on produit cette économie de la connaissance. On la produit. Mais après, on l'exporte brut. Et c'est aux autres qui vont faire la valorisation. Le plus important dans l'économie de la connaissance, c'est la valorisation de l'économie de la connaissance, pas de la produire. Le professeur Habba dit que, lorsque j'étais en Algérie, j'ai appris que mon travail n'était pas vraiment intéressant jusqu'au jour où j'arrive aux États-Unis. Et les gens me disent, attendez, ce que vous êtes en train de faire, c'est complètement innovant. Et il en a maintenant plus de 500 brevets personnels. J'étais ravi de voir le prix, parce qu'il l'a offert à l'institut qu'il a créé en Algérie. Et la deuxième des choses, lorsqu'on voit ce que le professeur Boeranen, qui est un Algérien, un minant chercheur algérien, qui travaille dans la photonique, a pu faire, grâce à une décision du gouvernement, où il est interdit de faire des recherches théoriques pures, et de trouver une issue, même si elle est sur 30 ans, sur 50 ans futurs, mais trouvée. Et donc, lui, il m'a posé la question, en me disant que j'étais bloqué. Et à un moment, on s'est dit, OK, on doit trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire avec la science des lasers et avec la mécanique quantique ? Et c'est ce que je maîtrise le plus. Et donc, il a créé la crypto par photonique. Et la crypto photonique lui a permis, à travers un financement chinois, d'envoyer le premier satellite à transmission photonique. Et ça, c'est un Algérien. Je ne parle pas d'un Américain ou de prix Nobel en physique. Il n'existe pas le suivi, la formation, peut-être ? Moi, je parle là de personnes qui ont fait leur formation en Algérie. Ils sont partis après le diplôme. Alors, en fin de compte, c'est ce que je dis. Il y a un écosystème qui est installé dans d'autres pays qui fait qu'on s'adapte. Et on s'adapte... Exactement. Et si on n'arrive pas à le créer, pourquoi je vais innover ? Honnêtement, lorsque je suis au niveau de l'université, il n'y a personne qui vient me demander. Il n'y a personne qui va me solliciter. Je n'ai pas de financement pour un projet bien défini. À quoi ça m'engage de devenir inventeur ? Parce que je suis à la fonction publique. Et donc, le statut du chercheur fonctionnaire, c'est un statut vraiment à revoir. Le professeur Chetour, il en parle. Et vraiment à revoir. Parce qu'on ne peut pas produire de... On doit revoir le statut concernant ? Le statut du chercheur permanent, qui est fonctionnaire. On ne peut pas demander à un chercheur de venir à 8h et de sortir à 16h. Ce n'est pas possible. En fait, quand il y a deux choses, on a peur. On ne veut pas que ça devienne un folklore et qu'on vend un rêve aux jeunes. On veut vraiment que ça soit complètement structuré. Le président de la République, vraiment, y croit. Et nous aussi. Donc, on croit vraiment. Parce que, personnellement, moi, je viens de ce monde-là. Donc, je sais qu'il y a du génie. L'autre point, donc, il est évident qu'il faut des assises. Il faut plusieurs assises. Il faut faire des assises par région. Notre soutien envers les challenges est un exemple. Et on a même proposé, qui a été validé, le fait qu'on lance des challenges concernant des thématiques que les autres ministères proposent. et pose. Et à travers ces challenges-là, on va dire directement au gagnant qu'il n'aura pas un prix à gagner. Ce ne sera pas un ordinateur ou un voyage ou de l'argent. Mais on va lui donner un marché. Et ce marché-là lui permettra de se développer, de développer d'autres startups et de développer d'autres personnes qui vont travailler et créer carrément une constellation de startups innovantes autour. Ce que j'aimerais vraiment transmettre aux jeunes, c'est de dire que l'innovation en soi, elle réside dans chacun de nous et chaque minute. Donc, les gens qui font le premier pas ne représentent pas 10%. Ceux qui vont passer au-delà du premier pas et de perdurer, c'est seulement 1%. Et ce 1%-là, il a pu créer carrément des géants mondiaux, les GAFA et compagnie. Mais ça n'aurait jamais pu se faire s'il n'y avait pas le soutien du gouvernement. Et le gouvernement américain, il a parié sur Google. Google, c'est quoi ? C'est un moteur de recherche à l'origine. Mais pourquoi l'armée américaine a financé ? Parce qu'elle a vu dans la maîtrise de la donnée un outil majeur du monde futur. Parce que maintenant, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et il l'a dit, donc, le physicien Boz, pas Boz, donc, j'ai oublié son nom, donc, lorsqu'il a écrit son équation, qui est, l'information est égale carrément au log, donc, de la probabilité. Plus on a de la probabilité, donc, moins d'informations on a, plus on a d'informations, moins de probabilité en orale. Elles seront complètement inversées. J'ai de compte qu'il y a un projet carrément de la digitalisation du gouvernement. Donc, ce projet, il n'est pas d'aujourd'hui, il ne date pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas, l'administration, même, créer, elle a rêvé de passer le cap ou d'être complètement digitalisé. Maintenant, il faut le faire. Comment il faut le faire ? Honnêtement, notre département gouvernemental, donc, il se base sur le principe que ce sera aux jeunes de le faire. Ce sera aux start-up. On ne va pas créer des entreprises de digitalisation, de recrutement et tout, mais on va prendre chaque projet, et un des meilleurs exemples qu'on plaide. Donc, lorsqu'on voit les VTC, ce qu'ils ont pu complètement modifier à travers, donc, la création d'une nouvelle filière, les gens, avant, ils souffraient carrément avec le principe du transport. Quand on a mis le ministère du transport pendant dix ans, ils n'auraient pas pu structurer le transport des individus mieux que ce que les VTC, ils ont fait ou la personne ou là, il peut commander des taxis sur place. Si je reviens sur la bureaucratie à titre d'exemple de l'ANSEJ, vous parlez d'un cas bien précis, c'est lorsqu'il y a une tripartite. Il faut savoir que l'ANSEJ, c'est une entité à part, donc il y a un fonds, c'est un fonds d'aide à l'emploi aux jeunes, et la banque, c'est une banque. Donc, la banque, à un moment, il ne faut pas trop la stresser, lui demander de financer des projets où l'expérience, le retour sur expérience, lui dit que je suis déficitaire. Et donc, il ne faut pas accabler, les banques ont bloqué un moment pour leur survie. Et c'est pour ça que les projets, de 4 semaines. Mais ici, on donne à la banque une visibilité, on lui présente un écosystème. La banque, elle veut investir, mais elle veut investir sur un investissement pair. Plusieurs points qui relèvent de ça, le terme de gestion, il n'y en a pas une gestion réelle. Parce que la banque, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait la gestion sur la récupération de l'argent qu'elle a prêté. Et c'est tout à fait logique. C'est une institution bancaire qui a une personne 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 Et donc, les poursuites, c'est beaucoup plus les banques qui reclament leur argent que l'on sache qui reclament le remboursement. C'est pour ça que vous dites la gestion. La banque n'a jamais géré une entreprise et elle ne gère pas des entreprises. Elle gère le remboursement et le dossier crédit. Parce que c'est un dossier crédit. Non, mais laissez-moi le remboursement. Laissez-moi un dossier crédit et c'est pour ça que la banque, elle le gère. On ne peut pas demander à une administration de le gérer. Donc, le principe, s'il y a toujours une banque dans le dossier, c'est toujours la banque qui va gérer la récupération de son crédit. Lorsqu'il s'agit par contre d'un suivi, et ça, c'est l'en sache que normalement, il y a un crédit ou il y a un crédit ou il y a un crédit de la banque. Je suis un rétrochargeur où il n'y a aucune entreprise publique qui n'a pas besoin de donner l'équipe de monter ou je n'ai pas besoin de faire des projets. Et c'est qui le problème ? Le problème, c'est l'enseignement ou la banque ? Le problème, c'est l'écosystème. Parce que c'est, il ne fallait pas mettre un rétrochargeur. Il fallait lui donner autre chose parce que l'écosystème où on avait besoin. Lorsque je donne quatre vaches à un éleveur, je laisse son collecte. Je suis en train. Bien sûr. Le plus important, c'est l'écosystème. C'est pour ça qu'on dit écosystème et on le répète à chaque fois. Parce que si je crée un écosystème, si je crée le collecteur talihleib, si je donne la personne, si je crée la personne qui va créer l'aliment de bétail, si je crée toute la chaîne, tout le monde va se retrouver parce que réellement ce qu'on est en train d'importer, c'est l'écosystème d'autres pays. Honnêtement, le Jézaïr le Jadid a dit des commentaires sur autre chose. On a mis une vision. On a mis une vision. Cette vision n'est pas une religion. Elle peut être revue, elle peut être ajustée et elle peut être ajustée s'il y a tout le monde qui fédère et qui tout le monde participe à l'élaboration et la mise en exécution de ce programme. Parce que réellement, on ne s'est jamais trop intéressé à répertorier déjà les start-up. Chose que nous avons commencé à le faire. On ne sait pas combien de start-up on a à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on ne peut pas. On a l'ensemble si on prend à titre d'exemple l'ensemble des incubateurs en disant que l'ensemble des start-up tourne autour des incubateurs. Le nombre ne peut en aucun cas dépasser les mille. mille start-up. Mais réellement, ce chiffre-là est complètement faux. Parce qu'il y en a énormément de start-up qui sont entrepreneurs, qui ont lancé des entreprises via l'enseige, qui ont créé d'autres statuts, ils en ont créé des hurls, des sarls. Il y a même des start-up qui sont créées pour l'étranger. Donc si on commence à faire cet exercice-là, sans mettre en place un outil de statistique qui est une plateforme, parce que l'objectif c'est de mettre une plateforme pour demander aux start-up de s'identifier sur quelle base ils travaillent, j'étais au niveau d'un accélérateur Haba et on recevait plus de 25 demandes de nouvelles start-up jour. Et donc si je les prends en considération, il y en a ceux qui sont à l'idée, il y en a ceux qui l'idée n'est pas du tout réalisable et donc là, il faut faire vraiment déblayer le terrain. On peut le faire une plateforme ? C'est notre objectif. Il va y avoir cette plateforme pour répertérier, elle va être mise en place ? Au-delà, on va faire deux plateformes qui vont être mises. Une plateforme pour les start-up, ça c'est une évidence même, on ne peut pas traiter le dossier sans créer donc deux plateformes. La deuxième, c'est carrément pour les PME, PMI, donc les entreprises innovantes. Il faut une plateforme qui permet de connaître notre tissu industriel, on va dire réduit et en termes de micro-entrepreneuriat. Et ce domaine-là nous permettra premièrement donc de voir quelles sont les compétences qu'on a, quelles compétences on souhaite avoir parce qu'on lance des instituts de transfert technologique mais pour quelles compétences, pour quels besoins. Et tout cela, lorsqu'on le fédère, une des choses que lors de ma visite à Constantine, j'ai trouvé une start-up qui était en train de réaliser une plateforme de digitalisation du code des marchés publics. ils étaient à un niveau inférieur à ce qu'on a besoin parce que nous on souhaite que le code des marchés publics soit complètement digitalisé. La soumission elle devient complètement digitale, que les membres des commissions ont des clés digitales, que l'ouverture elle devient complètement anonyme et que personne ne peut modifier les documents après réception. Oui, on leur a mis ça comme cahier de charge. vous réalisez ça, revenez vers nous et vous aurez carrément un suivi du ministère pour que ça soit généralisé. Merci beaucoup monsieur le ministre.